في الثلاثين من أيلول عام 2015 أعلنت موسكو تدخل قواتها العسكرية في سوريا إلى جانب النظام الأسد اليوم وبعد مرور أربع سنوات على التدخل تظهر الخريطة السورية تغيرا كبيرا في شكل الخريطة العسكرية كما تظهر هيمنة روسية واضحة وتكاد تكون شبه كاملة على مصادر الطاقة عملت روسيا منذ اليوم الأول للتدخل في سوريا على أخذ ثمن ما تقوم به فاتحة بذلك الطريقة أمام الشركات الروسية لكسب ما يمكن كسبه من بلد لم تدخله شركات الاستثمار منذ سنين ثمانون شركة روسية دخلت إلى سوريا حتى العام 2018 وفق ما أكده رئيس مجلس رجال الأعمال السوري الروسي تعتبر شركة ستروي ترانسغاز أهم الشركات المهيمة على مصادر الطاقة السورية إذ حصلت تلك الشركة على عقود لاستثمار حقلي خنيفيس والشرقية قرب مدينة تدمر وتلك الحقول تعتبر من أكبر وأهم حقول الفوسفات في الشرق العوسط وبطاقة إنتاجية بلغت 200 ألف طن شهريا أي بحدود مليونين وأربعمائة ألف طن سنويا نصت تلك العقود على أن نسبة نظام الأسد 30% فقط كانت سوريا تأتي في المرتبة الخامسة على قائمة الدول المصدرة للفوسفات في العالم عام 2011 الشركة ذاتها استولت على محطة التيم النفطية قرب مدينة دير الزور أطماع الروس دفعتهم في شباط عام 2018 للسيطرة على حقل كونيكول الغاز في ريف دير الزور والذي يعتبر من أكبر حقول الغاز في سوريا إلا أن واشنطن منعت حدوث ذلك مستخدمة القوة العسكرية شركة سبوز الروسية هي الأخرى حصلت على عقود خاصة للتنقيب عن النفط والغاز جنوب مدينة طرطوس ولمدة 25 عاما كما تتحكم موسكو بالموانئ السورية في طرطوس واللاثقية شركات الطاقة الروسية تسعى للتحكم بجزء كبير من خطوط الأنابيب ومنشآت التسييل والمصافي والموانئ والاستفادة من موقع سوريا كنقطة عبور لنفط وغاز المنطقة المتجهين نحو أوروبا وبذلك تكون موسكو قد فرضت هيمنتها الكاملة على شرق المتوسط إضافة إلى تشديد قبضتها على إمدادات الغاز الأوروبية